أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة مع صديقي أحمد خالد حلقاتنا النهاردة هتكون على ملخص الجولة اللي فاتت اللي لسه خالصة في الدول الأسباني ريال مادريد بيتعادل مع فيا ريال في اللاسراميكا 4-4 وبرشلونة بيكساب راييفا يكانوا 3-0 زاكي أحمد عامل ايه بنوارني كالعادة يعني؟ ده نورك حمود انت عامل ايه حبيب؟ الحمد لله والله مكانك يعني والله ده مكانك انت انا جايين مدايقينك في حلقاتك لأ أنا بدأت تحس بالواحدة في آخر الجولات فقلت مرايش حد أكثر من احمد خالد الدوري ده بينتهي بقى خاصة وانتهى اه بالضبط كده خلص ريال مادريد أخذ الدوري فقوله نطلع عن دردش مع الناس شوية خش في الموضوع على طول بقى مبارح ريال مادريد بيتعادل مع فيا ريال طبعا ريال مادريد كان كذبانا 4-4 شوت الأول يتعادل 4-4 مع فيا ريال سورلس سوبر هاترك مرأب بصراحة المصير ليا مبارح أول ملاحظة ليا مبارح ان احنا قلنا ان خلاص لونين حيلعب هو نهاية لتشامبينز ليج ده الطبيعي الراجل بدأ رحلة ينهيها لكن اتفاجئنا ان كورتوا بن قول لما رجع من الإصابة انشلت بيديله في الدوري ده طبيعي برضو عشان يخليه جاهز ورجله في الملعب ده حاجة منطقية لكن مبارح اتفاجئت ان الحارس الأساسي هو لونين تمام طب اشمعنا لونين دلوقتي قدام فيا ريال ده أقوى ماتش من أول ما كورتوا رجع اشمعنا قدام فيا ريال ماتش اللي قابليه قادش كان برضو كورتوا عامل عشرة سيف وده اللي خلي الناس تتكلم تاني واللي خلي انشلت يقول آه لونين كويس بس كورتوا هيفضل أحسن حارس في العالم فانت شايف ازاي يعني لونين على فكرة اللي جمان مش منه بس شايف المقارنة دي هتنتهي لحد فيه مين هيلعب النهائي بالشكل ده هو انشلوتي شبه قال ان كورتوا شكله هو اللي هيشارك في النهائي فحسته نوعا ما كان بيمهد رجوعه ولما رجع ولقى ان هو فعلا متقلق جدا قال لي خلاص هممكن نخليه بقى كورتوا هو اللي يشارك في النهائي انا بصراحة لو مكان لونين هكون بداية حس بالخزلان شوية لان انا تعبت عشان اوصل مع كل ده انا ساهمت كتير قوي في موطشات كتير قوي وكنت مؤثر في موطشات كتير قوي وصلتكو لحد النهائي فمنطقة ان انا اخد الفاينال يعني يعني عندك مثلا يوربين كلوب في موطشات الكاس كلها لما بيلعب الحارس البديل الحارس البديل بيفضل يخد بيفضل مكمل لحد النهائي لان يوربين كلوب عارف الحتة النفسية وبتاعه وكرام ده كله بس انشورتي نفس الفكرة انت بتلعب برضو اللعيبة اللي معاك بتحتويب نفسيا بتشجعهم بتاعه فكون ان يكون القارب كورتوا للنهائي دي اكيد حاجة مش منطقة وصراحة او مش عادلة طب انا انا كحمودة شايف ان اللي بيحصل ده تمهيد بقى ان كورتوا هو اللي لعب النهائي مش عادل انت بتفق معاه في الرأي ولا لأ متفق طبعا جدا وتمهيد اكتر كأنك بتقول للونين بما ان اللونين قصلا عقده قرر بيخلص ان هو خلاص يمعلم انت لو مكمل فمستحيل تاخد مركز اساسي طب وانت شايف ان ده بالعمل لونين هو هيقبل لا مظهر بالاداء اللي قده كله بالاداء اللي قده ده اروبا كلها تبقى عينها عليه وفي حراس كتير فرق كتير عايزة حراس يعني عندك باريس سان جيرمان محتاجين حارس مارما اه دوناروما مانشستر ونويتد برضو لو بيفكر في حارس مارما ففي فرق كتير او تشيلسي في فرق كتير او يتفكر في حراس المارما برضو الناس تقول لنا لونين ولا كورتوا ده سؤال ازلي لحد ما نشوف النهائي وليه يعني ليه دي مهمة قوي انا بالنسبة لي دايما جيقول لك حتى اللعيب الفورمة هو اللي لعبه مش عشان لعيب جامد وبتاع لسه راجع مش ممطقة ان انا لعبه بصراحة اخر سؤال في الجزادي هل انت شايف ان انشلوتي سلم لونين للجمهور مبارح هو لجوان مش منه على فكرة يعني لجوان غلطات دي في عيان الميليتاو يعني هتحملها لوحده هنجلها دلوقتي بس انت شايف ان هو صدره للجمهور قال لهم يا جماعة هو الرجل الماتش اللي فات عامل عشرة سيف وراجل ده جافي اربع اجوال مع فرق المنافس ولا هي مش كده طب وليه لعبه اصلا برضو يعني هو غالبا زي ما انت مقلت بيمهد فعلا دكورتولي شايف في الفاينول بس هو غالبا مش قصده يعني يصدر المشهد ده بس في نفس الوقت اللي هو بيقول لهم ده تفسيري او ده تبريري ده السبب بتاعي وهكذا بطرق غير مباشر قبل الماتش مبارح كان سورلس تالي هدفين الدوري بعد دوم فياك اللي هو لعب جيرون مبارح الراجل سوبر هاتريك بقى هدفين الدوري 23 جول في ريال مدريد ومش اول مرة يعملها تمام؟ الملفت للنظر بقى ان الاربع اجوال كان المان بتاعه مليتاو مليتاو ده اول ماتش تقيل يلعبه من اول لما رجع من الاصابة جولين جولين كورة عرضية سهيان فيهم خالص مش موجود بتاكل فيها كده راح البرازيلي يجيب عيش ورجع تاني الجول الرابع نفس التأخير في ان هو يقابل عليه فلأ اجوال كارثية في حين ان انت هتلاعب دورتموند عندك فلوك روج مهاجم محطة اصلا شبه نفس النوعية بتاعت عرضيات يحط بدماغه فهل انت بالشكل ده هتشوف ان مليتاو ليه دور في النهاية؟ مستحيل 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 الناس حتى كلها على السوشيال ميديا بعد ماتش قال لك احنا وصلنا فاينال عشان مليتاونا كنتش بيالعب قال لك مليتاونا كان بيالعب كنتش وصلنا لحد هنا فمستحيل وبرضو مش عايزة اكون بدبحه او مش عايزة اطلعه كايف فيه برضو ولكن انت ريسة راجع من اصابة طويلة محتاج تريح محتاج شوية وقت على ما ترجع الفورمات بتاعتك يعني ومليتاو من اللعبة الكويسة في ريان مدريد عمل فترات كويسة ياخذ عليه حاجات وليه حاجات ولكن نستنى لحد ما يوصل لفترة معينة قادر احكم عليه والله انت كويس انت وحش انت طوال دكة محتاجين مدافع تاني وهكذا انا شايف مين يلعب ناتشو او تشواميني بالزبط او هو مستحيل يعمل حاجة اخر كده وروديجير طبعا انا بقول لها جنب روديجير طبعا نروح بقى للعيبة اللي ممكن نقول اللي هي تمشي ولا تقعد مبارح لوكاس فاسكيز اتنين اسست وجول لوكا مودريتش عامل انبارح صانع ثلاث فرص عشرين تمريرة داخل التلتة الاخير غير طبعا نهيك عن اللي عامله في ماتش بيرن ميونيخ فخلينا نبدأ الاول لوكاس فاسكيز يكمل مع الريال كباك يمين مثلا بديل لكارفخان ولا الريال محتاج لعيب صغير في السن في المكان ده يعني بما ان احنا او بما ان الريال مدريب بيبدل المستقبل فمنطقي ان هو يفكر في حاجة زي دي بس انا بشوف لوكاس فاسكيز من زمان قوي خاصة هو العيب جوكورج يعني بيلعب رايت وينج بيلعب رايت باك بتلعبه في اي حتة هيقدي فاللعيبة اللي زي دي بتحتاج تصبر على شوية بتحتاج تفضل معك لحد ما خلاص اوصل البيك في حتة معينة خلاص انا فعلا ملكش مكان وبديلك يعني بقى فيه بديل بينزل غيرك احسن منك بالزابط فخلاص انا بمحتاجك لكن لوكاس فاسكيز قد موشك كويسة مؤخرا كمان الاشهدات بي كتير جدا لما بيلعب بيحدي بيحدي صراحة بيقدي عكس زمان بيعمل تمريرات كويسة جدا بيقدي بشكل كويس جدا بريح مستر على دماغه صيله بالزبط ما كناش بتشوف المستوى ده والاداة ده من لوكاس فاسكيز فالراجل لا بيثبت ان هو لسه فيه شوية كمان فانا استغل الخبرات دي استغل ان هو بيديني في كذا مركز ها قادر عام بيروتيشن هاستغل على الال السنة كمان او لحد اخير عاد السنة كمان اجيب حد معاه في نفسه ياخد منهم خبرة هوهو كارفاخال وبعد كده ممكن نواجهه الفكرة ان انت في المستقبل يعني مغاد منظر ان كارفاخال فيه كلام انه ها هيجدد لالفين سبا وعشرين هو هاعده اخر خمسة وعشرين شايف انه ها لازم يجدد مش مؤثر حاجة هيجدد بس انا حاسه هيجي على ستة وعشرين خلاص يعني الكلام المسلمين خلاص مش هيبقادر فانت انا شايف انك الطبيعي اصلا انت من دلوقتي تمهد لبديل كارفاخال مين اللي هيبقى بديله ومين اللي هيلعب مكانه ومين اللي هيقدي في المركز ده كان فيه كلام زمان على ريس جيمس بيتصاب كتير فبالاش كان فيه كلام على ارنلد مظنش انه هي وتقول لها عليك انا مش رايح طب مين هيجي في المركز ده ده سؤال انت شايف فيه حد انت شايفه مناسب من وجهة نظرك في العالم حاليا يعني انا شايف فيه مدريد محتاج حد من نوعية هوكر مفيش حد في دماغي معين دلوقتي بصراحة يعني هوكر الهو دفاعيان اقوى يعني مش مش شرط دفاعيان اقوى بس دفاعيا موجود وهجوميا موجود خالباك بكر اخر كام سنة يعني هو متاخد عنه طبعا انه هو بيساهم طبعا هجوميا برده لكن هجوميا بيساهم كتير العيب بيخش نص ملعب بعيب بيشارك في مراحل اللعب بشكل اكبر كرفخال نفس البيام كم نسم نسم ده بيخش نص ملعب بيهاجم كتير نفس فكرة فانت عايز واحد شبه كرفخال واحد شبه وكر نفس style اللعبدة عشان ينزل يلعب عطول في نفس المركز في اخبار كتير بيقولين ان فاسكس هيجدد له سنة نفس الكلام ده بيانطبق على لوكا مودريتش وكروز برضو في كلام انت شايف ان لوكا مودريتش يستاهل لوكا مودريتش على فكرة في قايمة كرواتيا برضو اليورو اللي جاي راجل عن 38-39 سنة زي ما انت شايف كده بيأثرش في اي حاجة منطق ان لوكا مودريتش يكمل ويعتزل في النادي من وجهة نظر خاصة ان انت زي ما يقولك انت بتقدم يعني انت تقدم السابت تاخد الحد والكلام ده فقالوكا نفسه وقالك خاص انا موافق اجدد بس هقلل العقدي 50% تقريبا وهيقبل بدوره سانوي الراجل نفسه بيقولك انا شريك الراجل نفسه بيقولك والله يا عم طب سيب نكمل في النادي انا مش عايز اروح اروح في حتة تانية مش عايز اروح اول انتر زي ما كان عاية متقال او السعودية او 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 واعتزل في النادي عايز ابقى زي ما تقولك اول اسطورة من زمان اوي ما اعتزلتش في النادي طيبان من بعد سدان تقريبا او انا مش فاكر في جد اخر اسطورة اعتزلت في الريان مدريكا كاتمين يعني لان حتى الجيل الاخير ده اللي قلنا ممكن كله يعتزل في النادي كلهم مشوا مرة واحدة كتشتوقع ان اروح يمشي كازيميرو مكتشتوقع عصلا يجيله عقد ويمشي رونالدو لا رونالدو كان كينون خميس بتتخلق معاهم تقريبا بس فيا لوكا مودريكا يستحق حتى كتكريم لاء الينواتيز في النادي اوه يحيق وخلي برك يعني انت لو شفت اتكريم كلوب الملعب كله مليانج ناس كلابت حييه هو يستحق اللاحظة دي ان هو selected تكريم blog لكن هو يستحق اللاحظة دي والتي لوكا مودريكا بالذات. مرتبط مع جمهير ياما دريب بذكرها كتير جدا. واحنا مرتبطين بيه بصراحة. يعني احنا كم مشجعين كورة عمتا يعني مرتبطين بيه واحد من افضل اللاعبة. الواحد شافهم بيلعبوا كورة. نحن الاستمرارية دي مرعبة. انت الناس دوقتي بتكارن لوكا باساطير في مص ملعب زيدان وغيره. بيقول لك ان هتلي حد زي استمرارية. على فكرة انا 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 كده. يعني انا جماعة وجهة نظري. وممكن تتخانق معي بس ده وجهة نظري. انا شاف من ده وجهة نظري. لوكا مودرتش هو افضل لعب وسط ملعب. شفته في تاريخ الكورة. باستمرارية. لا استمرارية. بص الجانب الدفاعي بتاعه اعلى من انيستا. والجانب الهجومي بتاعه ممكن يكون اعلى من التشادي. انا بشوفه متكامل. انا بشوفه صراحة بيقدم الاتنين. انا بشوف انيستا دريبلر حلو قوي. بشوف انيستا اعلى منه طبعا. بس هو عنده جزء مش عن دينيستا. الجزء الدفاعي. الجزء البدني. لحد دلوقتي الراجل مستمر. فاهمني. انجازاته مع المنتخب. الراجل شوف بيلعب كم ماتش في الموسم. ورغم كده بسم الله ما شاء الله. محافظ على اليقته. هو لكا حلوة انه هو قدر يوصل للتكامل في كورات القدم. قدر يوصل ان انت نوص ملعب. انا مش لو انا هنزل اديك فيدباك او انا مدرب. هو لك انزل لعب لعبك حرفية. انا عاليش حاول لك. واحنا عشان برضو ما نكونش. ما نكونش برضو فكرة اللي هو في التاريخ دي حاجة كبيرة. بس على اقل من الناس اللي هشوفتها. يعني زين دي نزيدان اسطورة من اسطير اللي انا بحببوني في الكورة. بس برضو بدور الدفاع مش بيقدمه زي لوكا مودريج. يعني. كان اماد اصلا بلا بلينج. يعني حاجة زي بلينج هام دلوقتي كان له مع نفسك قدام. بزبط. بس فلوكا اكيد يستحقي جدد كروس نفسه بصراحة اقدم موسم مايزة على فكرة كروس. كنت قريت حاجة ان هو على فكرة كروس عنده فرصة يكسب بلوندور. ده مجد. ده مجد والله. لو المانيا اخدت البطولة. ايوة. يعني. والبطولة في المانيا على فكرة. بس كلنا عارفين ان الاورب دائما بالبالوندور هو المهاجم. اللي بيسجله اهداف. وبما ان لحد دلوقتي هو الارب يفوز بدوري الابطال. لسا هنشوف يعني الله هلم كيحسن مفاجئات. فعندك فينيو بلينجام هو اللي بحطوه عليهم مزبط. مين فيهم ياخد بلوندور. بس انت في نفس وقت. اقول لك انا. في واحد مستخب لي وراء لو كروس. قل لي. فينيسيوس طبعا. لو فينيسيوس خد الكوبا. اه هو لا انا شايف فينيسيوس طبعا. اه لو بلي خد اليورو ما هي دي الفكرة. هياخد اولا. بصدقية متوقفة. من الاخر على البطولات الدولية هتفرق جدا. مش شرط بس هتفرق قوي في التصويت هتفرق في الاداء. انت ممكن تروح اليورو وخلي بالك. يعني بلي مؤخرا. لما رايح شو تطلع اداء. فواضح انه هيروح اليورو وهيرجع تاني الاداء. فهذه الفكرة. انت في اليكروح تفيكو في بطولة الدولية سواء يورو اكوبة هيعمل ايه. نفس الاداء. نفس التيمبو نفس كل حاجة هتكونوا مرشحين. دقل او خرجت بدري زي ما المانيا بتعمل او 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 او. ان انت تكون قارب لانك تكسب بلوندور هيقل. بس كون كروس مرشح او كده. فدي حاجة كويسة برضو. انه ياخدها زي الملوك اخدها برضو. لما عندك نين نص ملعب. في تاريخ يال مادريكت اخدوا ببالوندور مع بعض. لابوا مع بعض وخدوا ببالوندور تبا حلوة جدا. ارضا جولر امبارح بيسجلها دفين. احلى من بعض. رجل شمال بسم الله ما شاء الله. بحاجة كده يعني جميلة. فوالرجل حقق ارقام وكسر ارقام كاسيا بارح. وانشلوتي بعد الماتش قال ان هو ممكن يكون ليه دور في النهائي كمان. فانت انت ايه رأيك في المجمل ارضا جولر مع ريال مادريد. ولما اخد فرصة ظهر. هل فعلا هيعتمد عليه في ذلك او كابت النجوم اللي موجودة دي ولا ولا كله كلام رفع معنوياته. انت اصلا لو بصيت لدكة مادريد من هجوميا قادر ينزل يقلي بالنتيجة. هتقوم يتعدع الصابع حرفين يعني. كان دياز بالنسبة لنسبة رقم واحد. بعدي يخص له. كان جولر اصلا ما كانتش في الصورة. بصلا. فكون انا عندي واحد اثبت لي ان هو خلاص لما انا دي تقايق بيلعب ببطأ الله وبيسجل في كل مواتش تقريبا. وي وي او بيساهم. خمس اهداف. ستة اهداف. ستة اهداف. ستة اهداف. مية تلاتة وتلاتين دي. دي بالزبط ممكن اقل كمان. فهو عمل معدل اه مرعب. فهو انا لو انشلوتي كنت بحندلك وبتاع. لأ انت اكبرتني خلاص لا انا انا هطلع قول انت ممكن تشارك في الفاينل. كمان في ناس كتيري قوي بتادي تشبه دوره بدور ديمريا في الفين واربعتاشر. لما كان بيلعب في نص ملعب. ايو. ايو. يقدي نفس الأدوار. بس وقتها انا حس ان الفيردي مش هيكون موجود. بس ماشي. فتكلمه في النقطة دي. بعيدا طبعا عن المستقبل. خنا نتكلم في ماتش فاينل. انا لو هلعب في فاكيد بالنسبة لي واحد ينزل عادتك. بس انش اساسي طبعا. لا 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 مستحيل. مستحيل طبعا. هو لا ده هيبقى انطحار منه ان يبدأ به اساس يعني. هو هينزل هينزل عادي لحد ما الماتش يبكدي يتطمن او يبكدي يحتاجه. على حسب برضه ظروف الماتش. يعني اعتقد لو ريال مادريد مسلا ممكن يكون الماتش متعقرب او او خسران او كده. وفي فرصة ان هو ينزل يعدل لو هو استنف استبديلاته يعني ما فيش غيره. فاكيد هيكون ليه دور. بالزبط وهو كمان في خالبك هو في حتة ان هو قادر بيعادر مع الطرف وقادر العفل عمقه بشكل كويس جدا. هو اصلا جونيل مبارح يعني اعتبر من عمق الملعب. يعني الكورة الباس ابراهيم دياز هو جاي من مجهات 18 بيشوت. وكان فيه هدف كتير اوي بيطعم الطرف وتلاقيه جاي لمسها من الطرف. بالزبط اللي هو بيجي عكس مركزه اصلا تماما هو بيلعب مسلا محيط يجلهم عكس مركزه. لقيه هو جاي من ناحية الشمال في ماتش ريالسو السداد عملها في ماتش قادش برضو. فلا فانتها مستعبل بصراحة. بيديك مساحة كبيرة اوي ان انا عندي دعب عددك كفورم فورما اند قادر انزل في اي وقت. فليه حاجة كويس اوي مع دياز ومع خسلو. بصراحة ليه مستعبل مبهر في ريال مدريد. نايس ماتش في الليجا امبارح ريال مدريد. هل يعتبر ماتش في ريال ده من قياس ده اللي هيحصل في النهائي؟. ما انا مازنش يعني اربعة صفر و اربعة اربعة و اربعة و مدافعينك ميليتاو. وفي شوية برضو لعياتك الاساسية مش موجودة. فبالتالي الفرقية قدامك بيحاجم اكتر كده 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 كده. الدوري خلصان. رفيريا مش فرق معهم اوي. يعني حتى سورلس كان عنده دافع انه عايز نفسع الدافع. بالضبط. لكن ده خاص الدوري خلصان ويعتبر الناس بتلعب عريحية اكتر. فده مش مكاس بس ده يعني زي حسة تدريبية اصلا. لو برضو جرس انزاء. بالضبط. 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 لا برضو. او او او. او او. او او. او او. نخش على برشلونة. انا بصراحة عندي اسئلة كتير قاوة على التشكيلة. فض. احنا هتفضل عطول. فضل. عندي اسئلة كتير قاوة على التشكيلة بصراحة. احنا شفنا رفيرينيا في بداية الموسم. كان عندنا شوية انتغادات. شفناها في اخر موسم بيدي بيعدي فورما حلوة جدا. شفنا روكي لما جاي. قالك ده هيعتمد عليه كبديل لليفا. شفناها مؤخرا. لا انا مكنش عايز روكي. نمر البرازيلي. او مكنش عايز روكي اصلا. واخيرا شفنا كنسلوف برضو في بيات الموسم المتقلق. وشفناها بيرجع للتشكيلة مؤخرا. مع برضو تزابسوف المستوى اخر فترة. اللعيبة دي كلها عليها علامات استفهام اللي هيحصل الموسم الجاي. وخليني انت دي بكنسلو. والله يكنسلو انت اصلا يعني جايبه اعارة وانت عارف وكلنا عارفين ان هو عنده مشاكل في ظهره كتير. رجل هجوميا كويس. لكن دفاعيا مش هو الباك اللي يديك دفاعيا مية في المية. وزي ما احنا شفنا رجل حزق السايق ان هو جف اهم ماتشين في السيزن. وعمل اخطاء كلفتها خروج من شامبيونز ليج. كلفتها خسارة قدام ريال مدريد. كل ده في ماتشين بس. هو يتحمل جزء كبير منها. طبعا. مش بس طرد ارخو عشان. كلها هتفضت على ارخو. طبعا. هو خد جزء كبير. بس لو تسألني تقولي هل كانسلو يكمل ولا لا. في ظل الازمة المادية دي. انت هتحتاج انك تدفع فلوس للسيتي. مش اقل مسلا من 30 مليون. بالضبط. حين ان انت عندك اتنين العيبة ببلاش موجودين عندك اللي هو سواء فورت او بلدي. العيبة كويسة. العيبة بتقدي. عندهم يعني لو اتطوروا شوية بس هتكون الدنيا كويسة. فورت عامل المساهمات الهدفية ممكن تكون مساوية لكانسلو رغم ان هو لعب دقايق اقل. وبرضو في جزئية تانية برضو عشان ما نزلمشي كانسلو. انت كنت جايبه ناحية اليمين. فجأة وديته ناحية الشمال. وشوية طب انت عايزي منه. وبرضو ده خلل انت مش عارف ايه. ده حقيقة بس انا برضو برضو هيبضل فيه سؤال ما هو خلاص. هو بلعبه اخرى نشمال فانا انا عوضو ببلدي عادي. وكندي مقدي كويس الى حد ما في ناحية موضو السؤال. مع بعض العشوائية طبعا في كل برشلونة. اصلا هو مش زاهير ايمان صرف هو سنتر باك فانا بمشيها كده. فهو برضو هيحتاج يرجعي لعب سنتر باك تانية زي ما كان بيعمل في الوقت الموسم انا عايزي لعب سنتر باك وبتالي مش عارف ايه. فمين بقى ممكن نعوضو كزاهير ايمان. حاسد فيه مشكلة لعالم في الظاهير الايمان. انا 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 بقول انا. يعني انا دعا مؤخرا بصراحة يعني بحاول افتكير زاهير ايمان كويس. بقى بشوف وكر وزاني بتاك وكر فخير. بيجي بعديهم بيدربوره. احب بيدربوره جدا. فانا او بتحتوصو نهام. او بتحتوصو نهام. فانا. بين وايت والا عامل موسم كويس. مع هذه الفكرة بقى. او بين وايت برضو مش زاهير بس مش زاهير ايمان. تخلي بالك يعني ممكن يكون شافي. ماش عخطة كارديولا دركة هو. اخسع انا بقfall بوضع بلعب Archives أيه ايه. فهم بقضي بجيب يعفارديول. empowerment african, center back و押 HASB, ما Lahabu Backlift. هجيب BeinB, free name, center back Run and back breakout. وسهبات 25. access. حتى تنبير بداية الموسم اخلي بالك. حتى بلعب center back! ووقات CDM مع ده قناة الموسم. تواصلة انا مش عايز ان تصليه ان اقار به وانا تحني معك. فما اظنش ان في اظهره ايمان ازا او ازهره يمين كتير اوي في الفكرة بلدي بيلعب برضو. او بيلعب شوية اه. بس ما عربش ما يقولك انت هتفضل طول الوقت مين هلعبين او مين انا شايف اللي هيحسم القصة دي الفلوس. ماديا هل برشونة هيقدر اصلا ولا لأ? وعلى حسب المدرب هل هو محتاجه لأ? واللي انا شايفه ان لأ اتشافي لو كمل هو محتاج اه كانسل له. دي هاية وبما اننا نتكلم على الدفاع خلينا نروح لأروخه. زي ما قلنا من شوية هو قتل بعض حوال الترب. ناس كتير اوي تربت. اه برحيله. على العكس. كان الاول اصلا بيلو عروض بمئة مليون. لا احنا محتفظين. اه قلب الاسد. اه قلب الاسد. وبييلو بيلو عروض بمئة مليون. لا احنا محتفظين بيت شيلس تايما عرضوا عليه. ويباير. اه. فدلوقتي لا. حاس ان فيه تفتح اللي هو ممكن قوم بيه. فبص روخه برضو مش لعب سيء. اه لعب كويس. وبيغلط زي جاي مدافع. اكبر مدافعين العالم ممكن يغلطه. ممكن يلبسك بطولة. عادي. ده وارد. وفي نفس الوقت. هو ممكن يكسبك بطولة. اروخه برضو الجاعة لفترات. كان هو يعتبر من افضل اللعبة اللي موجودة في برشلولا. بس لو تسألني على اللي موجود دلوقتي. لا هو يعني هو كوبارس كويس كل حاجة. ان يجو مارتنيز كويس شغال. لا لازم اروخه ما ما ينفعش ما ينفعش برشلولا يستغنع عنه. مش حتى بصراحة بصراحة لما اغلبية جماهير الكورة ومشجعين الكورة بينسوا صراحة. طمعا. اروخه ديما شغال برشلولا. حتى في ماتش باريس اصلا شغال الكور مهمة جدا. بزبط. فمش مانطوكي من غلط واحدة. او من كارسة واحدة ان اعمش. طبيعي ان انا ادي الشخص ده فرصة واتنين وتلاتة. او اصلا مش محتاج فرصة عشان عايز جودته هو اسبق جودته كتير. وعا فكرة عنده ميزة ممكن ما تكونش موجودة في معظم المدافعين اللي موجودين حاليا في العالم. الراجل برجله ممكن يعملك يعني هو مبارح عامل اسست. استنى من الكورة منشتجن. لعب كورة طويلة على بدري جاب جول. ودي مهمة يعني فاندايك اصلا حاجة لاتميزه في ليفربول. بزبط. الكورات الطويلة. فكرة ان المدافع يلعب كورت بنا متقنة بالشكل ده فلا دي مش موجودة كتير يعني. بزبط. بزبط انت اي رأيك برضو في فليكس. ومماتش العمل المبارح. بص انا لأ وجهة نظر في فليكس. لو الناس متحفزة على الدفاعيا فاستفيد منه هجومية. ليه لا. هو انت عندك اصلا فرايتي ان انت تستخدم لعيبة كتير او في خط الهجوم يعني. هو انت عندك رافينيا وفي ران توريس. على حسب مزاجه بقى. انا لو فاق هلعب. لو مش فاق مش هلعب. شاك. وهل انا هلعب جنب ليفندوفيسكي خش مواجد تاني. ولا هدخليني على الطرف. رافينيا بتحطه قصدي فليكس بينزل بيعمل الاضافة. يعني انا امبارح نزل عمل طرقستين بجد انا منبه. يعني على الخط كده في حتة قدي كده. واحد اتنين. وشاط الكرة جد في العرضة ردت بدل يدخل جول. قابليها برضو الماتش القابليها نزل عمل بشوت. يمكن هو من يكون من اللعيبة القليلة مع فرمن لوبيس في برشلونة اللي هو بيسدد على المرمى اصلا. فكرة التزديد على المرمى دي ممكن تحسم لك بطول. فانا شايف ان فليكس لا. ليه لا ما خليه موجود. يكون لي دور. بينزل بيكون مؤثر. يعني. المشكلة حتى عامله هتخليه بديل. حتى لو هتوظفه. بس هتفضل مشكلة الاعرى. والفلوس. اوش مش ليه تقنسلو برضو ايه. والفلوس. لو انت معاكش فلوس. وهو الله ده مش هيعتب قتلتكم ادريد تاني. احتفالات اللي عملها دي. انت عندك تعليق على مستوى تقنسلو وفليكس طول الموسم يعني. اوقات شفنا في البيت بتاعهم كنا مبسطين بيهم. اوقات تاني افناهم لا بيقضوا دكة. فحل هشتري العيبة زي دول. واحد بتلاتين وقاكيد فليكس وشباعة من اقل من خمسين ستين. كمان لسه صغير. انا بحس ان العكس بقى مع تشافي مع فليكس. ان هو فليكس بالنسبة له يعني الاهم كان سلا. او او او. فانا اعتقد ان هو في واحد منهم هيفضل واحد هيمشي. بالظبط. والاقرب كان. طبعا لو اتشافي ممشيش. احنا كلنا شفنا. كلنا شفنا. اتشافي. 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 لا شفنا تقنجبها من الاول. اتشافي انا ماشي. وبعد كده اقعدنا قاعدة الصلح وصارنا وحضانة بعض. جاب سوشي بقى وطلبوا في المكتب. كان جايبه سبايسي ولا ايه? مش عارف. السرعة سالتش الدليفري. مهمني? قاعدوا مع بعض وقال له تفضل واكله في بقه. وليبعوا ايه كان حضنة بعض. وعملوا 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 الصورات. ايه الصورة دي بتاع ايه الصورة دي. ايه الظبط جده. فكل كل اللي عملوه ده خلاص احنا قلنا تمام. مع مؤتمر واحد مع تعليق على الصفاقات مع 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 تعرف ايه اللي يزعل بقى? الحقيقة يا حبا خالد. الحقيقة. تشافي طالع قالي الحقيقة. فده ما عجبش لابورت. تشافي طالع قالك ما تنتظرش مني ان انا ناطح كبار اوروبا. في زل الازمة المادية اللي موجودة. فهو لابورتا زعل. انت ازاي تقول كده وانت بتحبط اللعيبة. ما حابتش اللعيبة. انا شايف ان دي حاجة في مصلحتك ان انت الجمهور مش رافع سقف التوقعات. مين كان يتوقع اصلا ان برشونة يوصل لحد المرحلة دي. فلما برشونة طلع. عادي يعني. ليه كده اروخ وخلاص والموضوع عادة يعني. فاهمني? عايز اقولك يعني. انا بنيو بينك بصراحة انا متفق مع لابورتا مش مع اتشافي. فعلا? او حسيت ان اتشافي شوية بيشيل الضغوطات برضو من عليه. او اللي هو ايه جماعة احنا معناش فلوس شدوا عميه حسابكو. طب او الراجل بيخرج نفسه? معلش انت انت في اخر موسم ولست هتبدأ موسم جديد. وبعدين معلش ده الراجل عامل معك احلى واجب يعنى. عشي موكمل? فربينلوبيز. فورت. اهih اه. اه hum كالدقون agrade. جافي. المينيا مال. اه ماركو جوي. كل دي لعابة من طلحها لك لكن ماذا بدري اهو بس انا متفق معاك في اللي انت قلته. فعلا من احد من جافي النقطة دي. ولكن. ودنيا لما لعب كان العام لحدي ما mente Nyaui's. ولكن. استيل نفس الفكرة اللي هو لأ معلم أنت بتشيل ضغطات من عليك وفي نفس الوقت هو لابورتا بسط بسط إيه إحنا برشرونا ما ينفعش تقول كده طب هو أنا معاليش أريد سؤالك سؤال هو مين اللي مفهود يحمي مين؟ العكس بسراحة مفهود أن لابورتا هو اللي يحمي هو رئيس النادي اللي يحمي النادي طبعا أنا أقولك حاجة أقولك حاجة هو دفر ياما ديت برشرونا بس يعني أنت أقولك حاجة لو تبص على بريمير ليج أنا مش عارف الوسائل اللي قم ديها أناك كله فهمي ما هيجي لأ الفكرة العيس النادي برشرونا موجودين دايما بريز لابورتا بتاع فده مهود فيه فرق يعني فيه فرق بين بريز وبين لابورتا وممكن ظروف النادي العقلية بتاعت بريز اللي هو شغال بيها مع الفرقة أنه الراجل هو اللي ممشي الدنيا كلها فيش حد بيمشيه فهمني إزاي؟ برشرونا تحس أنه فيه تخبط إداري القرار جواه مش واحد منين أنا همشي تشافي ومنين أقعده وبناء أنا عليه أصلا تشافي وافق أنه هو يقعد قصة غريبة كده وإحنا فين أصلا حتى سألنا قتها هل تخدم عنوطه ولا لا طب إيه اللي عيب اللي هتجيله طب فيه جنح شمال جاي ولا لا فيه كلام أصلا خلاص طبعا تشافي تقوله أقل الأمور تمام بس فيه كلام أنه هو ممكن يقاله إحنا عاديم في الحلقة ممكن يقفع أي لحظة دلوقتي وفيه كلام برضو أنه لا لا فيه شرطك زائي في عدو 20 مليون عشان تقدر تكيله اتفع بقى 20 مليون فيه مليون ونص راحين لبيرني ملخ مش عارفين هنتصرف فيهم إزاي أصلا نفاهم بعدما ليفاندوفيسكي جاب عدل 25 جول إمبار فلا بقولت برضو إزاي هكيله وخاص هو أكمل فمش هعفقيله هو كمير رجل كان ماشي الواحده فتمام للوقتي هتكيله إزاي وانت غير راضي عنه فأنا شايف أخبار قلته دي لحد دوقتي مش ممنطقة انا معايش فلوس ممكن بقى حاولك نوع ايه مش تاني بقى بالحب بقى استعداني وانت رجل كان لك تاريخ معنا الخطوبة دي استعجلنا فيها فتفكها قبل ما اي حاجة بس انا تاني بصراحة شايف ان اتشافي مش مش دل الصح اللي هو عمله انا شايف ان انا هابدأ طاب الموسم نشوف اللي يحصل ساعتها هبتدي هاجم بقى لما ابدأ الموسم الجديد لا انا مختلف معاك انا محتاج أدعم انا مختلف معاك من اليوم في المية في فكرة ان لأ انت مفهود انت كرئيس نادي تحميني تديني الدعم تشيل من عليها الضغطة اصلا وتخليها عليك لانه معلش يعني انا اللي في الملعب وقفتي في الملعب دي اصلا ضغط فاهمني ان انا الصحافة تطلع تنتخدني كل شوية ده ضغط علش انت رئيس النادي يجو لك كل فين وفين بقى اللي هو لما تشاف يطلع لك والله انا ما طلبتش اللعيب اللي هو اللعيب الفلاني والله انا اخدت عايز ده وده مجاش فيطلع يكلمك لكن انت طول السيزون التركيز على تشافي انا هنا عسألك سؤال دلوقتي رجع بقى بالزمن شوية عشان الناس ايه بتنسى وقلناها بننسى ما هي رفعت لما اتعاملت قصة اتعاملت لمين ما هو لتشافي راح جاب ليفا راح جاب كوندي راح جاب لعيبة اللعيبة دي عملت ايه كانسله فليكس بالزبط ليفا مش بحسن مستوياته كوندي يعني شوية ساعات فحسن مستوياته بس والله جابي جوال لحد دلوقتي اللي رابح هتدفيني الدوري مثلا بس انت بتستاني من انه اكتر من كده يعني اقولك حاجة احنا كلنا متفقين محدش تفرج على ليفا بشكل دائم مع بعض الناس غير اللي بيشجع الدور الالماني او بيتفرج على الدور الالماني وكده فانا اتفاجئت لما جي برشونا اتفاقت عليه بشكل دائم انه لا مش دام مهاجم اللي اما اتمنى بفريق طب وفيتور روكي جبته انت دلوقتي عاستمشي او دي بصراحة غير اللي انا ما قلتش اصلا ان انا عايز فيتور روكي او جبته بحوالي 40 مليون تقريبا 60 مليون او 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 فهده رقم كبير ده رقم كبير الفلوس دي ما روحت لمين مجاتش في ليبي بس فخلاص فانا انا اشكالات تانية برجع اقوليك العمل اللي عليه او ما احس او الناس قالوا انه احس بالخيانة اللي هو او اللي هو عندك اللي هو عندك لك كل ده عندك حق برضو فكوزادي لا بصراحة عندك حق فكوزادي فلا فهي تشافي او تمام بس الحاجات دي برضو زي ما قلتك في غرف المغلقة اللي هو والله معلم فخش او ده جوا اقولك انا بحتاج صفقات شوف انا قدر نعمل ايه ونشيل الفريق سوا اشيل انا وانت المسئولية مقعدش ارمي المسئولية كل شوية من عليا عندك حق عندك حق فكوزادي ممكن تخد قلت خبرة من تشافي مسلا او الصحفي كان زكي في السؤال لان السؤال جال له من ناحية فتور روكي اللي هو انت فرحة هو بقى طالع بقى انفجر بقى انا ما طلبتوش انا مش عارفت ايه ما تنتظروش مننا فهم الحاجات دي مثلا برشرونا خلاص يعني اسميا هيلعب السوبر البطولة دي هكون مهم اوي لو تشافي يمشيش في اخر الموسم بعد الجولة الجاية ممكن بعد السوبر الله اعلم يعني لوك بعد السوبر تطلع خناها جديدة اهو اللي جماعة برضو معيش صفاقات وشعر فيه ونسمع اخبار جديدة شكلها تبقى عمزة كسة امبابي شوية هنعيش شوية دول حد بداية الموسم الجديد او لحد ما تشافي يتقوم ستاني او لك انا ماشي طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين الخناقة ولعت ما بين انا واحمد خالد مين اللي غلطان تشافي او الالابورتا فقلو لنا انتم بقى في الكومنتات مين اللي غلطان وما تنسوش تعملوا لايك وشيروا سبسكاوت فعلوا الجرد شاني جيلكم كل جديد وشاركونا برأيكم في الكومنتات ونشوفكم في حلقة جديدة